اشتركوا في القناة وحد مباراة مهمة وهي اخر مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز وللنادي الاهلي الحمد لله وبفضله قدر انه يحسم لقب البطولة اكيد شوفنا مباراة المقولين وشوفنا مدى اصرار وجدية اللعيبة في لقب بطولة الدوري وحتى لو كانت تتأجلت لحد مباراة نادي الزمالك اعتقد ان كانت لعيبة نادي الاهلي هيكونوا في نفس الاصرار ونفس الحماس جمهور الاهلي على طول عارف ان الدوري دايما بيكون فيه بطولتين او البطولة هي بطولة الدوري الممتاز واللي دايما على طول 41 مرة في التاريخ ادر النادي الاهلي يحسم لقب بطولة الدوري 12 لقب منهم فقط للكابتن حسام عشور ليعادل رقم نادي الزمالك اللي ان شاء الله هنكون في مباراة معاه يوم الحد نادي الزمالك اكيد منافس خوي منافس كبير وعسم كبير في القرى المصرية والافريقية علشان كده مباراة المقولين خلصت خلاص وانتهت فرحنا واحتفلنا باللقب بطولة الدوري لكن لازم نقفل على نفسنا ونركز علشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي لازم واللي ان شاء الله يحتفل بالفوز بالبطولة التانية في الدوري زي ما قلت لحضراتكم بطولتين بطولة الدوري وبطولة مباراة القمة نتذكر طبعا مباراة الدور الاول هو سوق التخطيط من اتحاد كرة المصري السابق باختيار ملعب بورج العرب في يوم كان غزير جدا من الامطار وبالتالي لو كان حد بس فكر شوية كان نقل المباراة لملعب اوستاد الماكس في الاسكندرية ايضا علشان خاطر هو الوحيد او من الملاعب الوحيدة اللي في مصر اللي تقدر تستقبل مباريات او تقدر تستقبل هطول امطار لكن المباراة كانت سيئة في كل شيء في النتيجة وفي الاداء وفي حتى الجو العام جوه كان ممطر جدا جوه كان يوم كان صعب جدا كان برد وفي نفس الوقت زي ما حراكم شوفتم اوضية الملعب كانت يعني ملطخة بطين في كل حتة بسبب هطول الامطار واخيرا ما شفناش ولا هدف لا للاهلي ولا للزمالك لكن ذكرى ما كانتش كويسة في المباراة الاولى نتمنى المباراة التانية يوم الحد ان شاء الله تكون مباراة محترمة مباراة طليق بالفريقين